بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحباً فيكم أعزائي الطلبة وطلاب الصف العاشر في سلسلة لشرح منهاج الأردني منهاج الفيزياء لصف العاشر الجزء الأول اليوم رح نشرح درسنا الأول درس بعنوان الطريقة العلمية هذا الدرس رح تلاحظوا أنه سهل جداً وسلس رح نغير الصورة عنه أنه هو درس جامد وفلسفي وكلام بس وحفظ لا، الطريقة العلمية رح تكتشفوا أنها عبارة عن طريقة ممكن تستخدميها في جميع مشاكل الحياة اللي بتواجهك طريقة علمية لحل حتى مشاكلك الشخصية أو مشاكلك النفسية يعني أي مشكلة بتواجهك ممكن تخضيها للطريقة العلمية لحتى تحلها تمام، هلنبدأ بالدرس الطريقة العلمية تمام الآن علماء الإغريق قديماً علماء الإغريق بالزمن الماضي كان يحكو لك الفيزياء يعني نجلس مع بعض ونتناقش ونخضع هذا النقاش للمنطق يعني المنطق يعني حواسنا يعني إشي مستحيل يكون خارج عن بصرنا أو عن لمسنا أو عن سمعنا هذا هو المنطق أنا بقعد أنه إياك ونتناقش ونخضع الموضوع للحواس تبعتنا فالمنطق هو اللي بيحكم بيناتنا تمام؟ هاي هي الأفكار الفلسفية هكذا لك أي موضوع، أي مشكلة بتواجهك، أي موضوع الفيزيائي بواجهك ليش الإسلام تسقط للأسفل؟ نقعد مع بعض ونتناقش هذا النقاش ونخضعه للمنطق بالتالي راح نلاقي جواب، أقرب جواب أخلص، معناها إحنا هيك توصلنا للموضوع هدول علماء الإغريق ومن ضمنهم مين؟ الرسوم لكن ما كانوا يشوفوا علماء الإغريق أنه في حاجة أنه إحنا نعمل تجربة أو نحلل النتائج طيب ليش ما نجرب الموضوع ونحلل النتائج؟ هون أجعلنا عصر النهضة العلمية الإسلامية بعد علماء الإغريق أجعلنا عصر النهضة العلمية الإسلامية متمثلة بشخص الحسن بن الهيثم حسن بن الهيثم حكاً هذا الشيء ما بصح يعني أنا بقعد أنا وإياك نجلس سوياً نتناقش ونخضع المنطق لكن ممكن حواسنا تخدعنا فعلياً تمام، إذن لا تكفي المناقشة والمنطق يمكن أن تخدعنا الحواس لذلك يجب أن نصل إلى إجابة صحيحة كيف أوصل إلى إجابة صحيحة بالطريقة العلمية شو طريقتك العلمية يا حسن بن الهيثم؟ حكاً لك لازم يكون في عندي تجربة ولازم يكون في عندي نتائج وأحللها الحسن بن الهيثم وضع خطوات هاي الحطوات راح نطبقها الآن في أكثر من الموضوع من ضمنها النشاط التمهيد الذي في الدرس الآن خلال نكتب الأمور اللي إحنا توصلنا لها هون بالطريقة العلمية عشان نفرجيكم شو هي خطوات الطريقة العلمية إذن الطريقة العلمية اللي هما علماء الإغريق حكولنا إن الفيزياء عبارة عن أفكار فلسفية قابلة للنقاش ماذا يعني قابلة للنقاش؟ يعني بجلس مع بعض نتناقش ونحكم من منطقنا هذا الكائن الرائد من العلماء الإغريق في هذا الموضوع اللي هو أرسوم في عصر النهضة الإسلامية جاء الحسن بن الهيثم وحكا المناقشة والمنطقة تكفي علينا بالتجربة وحطلنا قواعد للطريقة العلمية سيما حكينا الطريقة العلمية ممكن أستخدمها في حياتي في المشكلات اللي بتواجهني في حياتي زي شو المشكلات اللي بتواجهنا في حياتنا؟ أجدتنا طالبة تحكي لي يا ميس أنا عندي مشكلة مشكلة في شخصيتي بحكي لها شون هي المشكلة الموجودة في شخصيتي؟ تحكي لها أنا حاس أنه في عندي مشكلة بحكي لها صغي لي المشكلة هاي في سؤال جميل إن يكون عندك إحساس في هذه المشكلة هاي أول خطوة إنه ساكان عندك إحساس في المشكلة تمام إذن إنتي عندك إحساس في المشكلة إحساس في المشكلة تمام هذا الشيء جدا رائع هاي أول خطوة تمام صغلي هاي المشكلة في سؤال يعني حديدي للمشكلة تنين هل بتستطيع يا مس تحديدي للمشكلة؟ تحديد المشكلة شو حكت للطالبة؟ تحكي لي أنا ما صاحبتي لماذا أتحدث بألفاظ نابية مشكلتها إذن هون كان عندها إحساس في المشكلة يعني هي فعليا أدركت أنه عندها مشكلة وانتبهت لها الموضوع هاي أول خطوة في الطريقة العلمية أنك أنت تدرك أنه أنت عندك مشكلة وتنتبه للموضوع مش الجميع بيدركها الشيء إذن أول خطوة عشان تحل مشكلتك أنك تدركها أولا تمام ثاني خطوة أنك تستطيع أنك تحددها أجد بالأول تحكي لي أنا عندي مشكلة بشخصيتي حدديها تمام شو المشكلة بشخصيتها؟ أنه أنا ما بستطيع أتحكم بالألفاظ أنا ما بستطيع أتحكم بالألفاظ الخارجة من لساني تمام حلو هاي أول تاني خطوة إحنا هيكمشين على الطريقة العلمية للحسن بين الهيثم إنك كان عندك إحساس في المشكلة حددتي للمشكلة حددتيها كيف؟ حددت المشكلة بصيغة سؤال إذن عشان أحدد المشكلة بحكي لك أحولها لسؤال مدمام هي مشكلة معناها تستطيع تسأل لي هتحولها إلى سؤال تمام إذن تحديد المشكلة أني أحولها إلى صيغة سؤال ممتاز هاي حلينا أول خطوتين ثالث خطوة يلا نجيب ورقة وقلم ونسجل ملاحظاتنا ثالث خطوة عشان نحل هاي مشكلتك ومضلها أفكار في راسك يا مس وضلك تنامي وتصحي وتفكري أنا عندي مشكلة ليش أنا ما بستطيع أتحكم بالساني وتظل الموضوع عبارة عن أفكار لازم تسجلي ملاحظاتك جيبي دفتر نوت وسجلي فيها الملاحظات الملاحظات ممكن ملاحظاتك تكون بصرية يعني أو سمعية أو كتابية دوني بإيدك إذن الملاحظة أخذتها بالصفة التاسع هي عبارة عن استخدام الحواس تكون باستخدام الحواس إذن أنا الآن لازم أظلمي ألاحظ نفسي أجمع المعلومات حوالي نفسي أنا متى باستخدم هاي الألفاظ دائماً لما أكوني معصبة إذن أنا هون بحتاجي يكون معي ملاحظات إني أجمع بيانات عن نفسي حول هاي المشكلة باستخدام حواسي أنت كان عندك إحساس في المشكلة استطعت تحدديها بسؤال عم بتدوني ملاحظاتك وبياناتك تمام؟ وبتجمع المعلومات حول نفسك تمام الآن كيف نن الخطوة الرابعة عشان نحل هاي المشكلة خلينا نحط فرضيات الخطوة الرابعة لحل مشكلتك إننا إحنا مننحط لك فرضيات السؤال الأساسي عندك كان لماذا أنا عندي ليش لماذا لا أستطيع التحكم بالألفاظ باللساني تمام؟ خلينا نحط فرضيات ويمكن يكون السبب حلل مشكلتك إنه خلينا ندرس إنه مثلاً ممكن يكون عندي ألف أول فرضية نقترحها إنه أنت بتقلدي زملائك هذا مجرد تقليد لزميلاتك في المدرسة لزميلاتك في المدرسة ويمكن يكون مشكلتك إنه هي عبارة عن ألفاظ متكررة من الأهل فصارت عادة يعني كلمة مربوطة بلسانك مش قادرة تركيها عادة على اللسان تمام؟ ممكن أنت بتعتقدي إنه هذا عبارة عن اكتساب شهرة إنه مجرد تلفظك بهذه الألفاظ أو معاملة زميلاتك بهذه الطريقة إنه هذا أنا هيك بصير مشهورة وشيء مميز اكتساب شهرة وميزة تمام هاي ممكن فرضيات ممكن أزيد فرضيات تمام؟ حلال البحث عن حل ممكن أرجع وأزيد فرضية طبعاً أنا بسجل بالفرضيات معناها أنا بكتبها في الملاحظات تمام طبعاً لآن أنا ما توصلت لسه لحل المشكلة شو خامس خطوة ممكن أعملها؟ إذن هادول عبارة عن إيش؟ هادول عبارة عن فرضيات أنا هون وضعت فرضيات تمام؟ خامس خطوة الآن بدي أختبر هاي الفرضيات اللي أدوضع اللي أنا وضعتها بدي أختبرها اختبار أو بنسميها التجربة بنسميها التجربة أنا الآن هون شو رح أعمل؟ سلسلة من التجارب رح أعمل سلسلة من التجارب شو يعني سلسلة من التجارب؟ يعني رح ألاحظ نفسي أحطيني مدة أسبوع أشوف هل أنا بقلد زميلاتي في المدرسة يعني أشوفها صحباتي اللي حوالي أو الألفاظ اللي أنا بحكيها هل هي نفسها الصحباتي بحكوها يعني أنا أكون أشبههم وأسير زيهم تمام أحتبر نفسي بهالأسبوع لا فعليا أنا نلاحظة اللي حوالي ما بتلفظوا بهاي الألفاظ إذن ممكن أروح لهاي الملاحظة لهاي الفرضية وألغيها أفندها بنحكي أفند الفرضية يعني أنك تلغيها أشطبها وأسجل عند الملاحظات الفرضية رقم واحد أو الفرضية ألف غير ناجحة فندت إذن أنا بحتاج دائما أروح على دفتر ملاحظاتي وأسجل المعلومات ممكن يختلف بها لي فرضية جديدة أروح أضيفها كمان ممكن الآن هل ممكن تكون هي عبارة عن ألفاظ متكررة من الأهل؟ الآن هل أنا مجرد بقلد أهلي؟ يعني أو عادة بلساني؟ يعني كلمة ومسكتها بلساني وخلص وتعودت عليها؟ تمام أعطي نفسي مهلة أسبوع أنه مثلا أحاول أتخلص من هذا اللفظ الآن بختبر برضو جيم اكتساب شهرة هل أنا فعليا بعمل هيك عشان أنه أنا ما عندي موهبة فبالتالي بدي أكتسب شهرة بهذه الطريقة لما أتلفظ هيك بهاي الألفاظ ممكن أبين قوية أو مميزة أو يعني ما بخاف من شيء هل هذا السبب فعليا؟ تمام إذن أنا بختبر كل فرضية بضعها بروح بجربها بعمل عليها سلسلة من التجارب خلال السلسلة من التجارب هاي بروح أيضا أسجل ملاحظاتي بروح أفند فرضيات وأشتبها بعض الملاحظات اللي أنا كاتبها شو هي الفرضية فعليا القوية اللي أنا هذا هو السبب في المشكلة اللي عندي رح يصير عندي كأني أنا شو بعمل هون لما أطلع على الملاحظات كأني عاد بحلل في البيانات عشان أوصل ليش لاستنتاج إذن أنا هون بيكون عندي تحليل بيانات سبعة في عندي أنا هون استنتاج توصلت لاستنتاج معين ممكن أنه أنا شخصيتي ضعيفة أهلي مش السبب زنيلاتي مش السبب لكن أنا فعليا عم بحاول أكتسب شهرة ما عندي موهبة خاصة فيها مميزة عشان أنعرف بين الناس فيها فبالتالي بحاول أعود نقص بالألفاظ اللي أنا بتكلم فيها وهكذا إذن أنا رح أتوصل بالنهاية لاستنتاج ممكن بعد هذا الاستنتاج نرجع نكتب ملاحظات أيضا جديدة وهكذا الآن بس توصل إلى استنتاج ممكن تحبي تتواصلي مع الناس الآخرين اللي عندهم مشكلة مثلك ممكن تعملي تواصل تكتب موضوع يا جماعة أنا مريت في تجربة وصلي تجربتك للناس الآخرين إذن أنا هون استخدمت طريقة الحسن بين الهيثم في الطريقة العلمية أنا هون فعليا استخدمت الطريقة العلمية مش لموضوع علمي موضوع خاص فيها تمام ممكن أستخدم طريقة الحسن بين الهيثم أيضا في الطريقة العلمية طبعا للمواضيع العلمية خلينا نشوف النشاط التمهيدي اللي في الكتاب إن ذهب أحمد بسيارته إلى الفني المختص بسبب ارتفاع درجة حرارتها إذن أحمد عنده إحساس أن السيارة فيها مشكلة لو ما عنده إحساس أن السيارة فيها مشكلة أصلاً كان مارح على الفني المختص صح؟ تمام إذن هون أحمد أدرك وجوب مشكلة وانتبه لها هاي أول خطوة الإحساس عنده هون أحمد إحساس بالمشكلة لذلك ذهب إلى الفني المختص ممكن أنا وأحمد نكون جالسين بالسيارة أحمد يحكي كأن السيارة حرارتها بترتفع كأن السيارة حرارتها بترتفع هو حدد المشكلة بسؤال بسؤال باستفسار إذن كان حسب المشكلة حدد المشكلة باستفسار إذن عندي هون تحديد المشكلة أخبره أن ذلك ينتج عن عطل في مروحة التبريد أو نضخة الماء أو نقص في كمية الماء نقص في كمية الماء شو عم بعمل هون؟ الفني الفني بيعطي فرضيات إذا أنا حسيت بالمشكلة منحدد المشكلة يا أحمد خلينا نحط لك فرضيات عندك ثلاث فرضيات يا إما المروحة معطلة أو عندك مشكلة في مضخة الماء أو نقص في كمية الماء أنا هون بطرح فرضيات خلال كل ذلك الأصل الفني يكون بيسجل ملاحظاته سواء بيسجلها مكتوبة أو بيحفظها بعقله أو بيحواسه إذن خلال كل ذلك يبدأ بجمع الملاحظات الآن الفني شو بدي يعمل؟ بدي يبدأ يجري تجارب سلسلة من التجارب على هاي الفرضيات اللي حطها تمام بدي يروح لمروحة التبريد ويفحصها يعمل عليها تجربة بدي يروح على مضخة الماء ويفحصها ويعمل عليها تجربة بدي يختبر نقص في كمية الماء هل هو السبب بنقص في كمية الماء؟ إذن هون الفني يقوم بسلسلة من التجارب حتى بالنهاية يحلل البيانات اللي توصل لها يتطلع على الملاحظات اللي يسجلها رح يحلل البيانات ويتوصل إلى استنتاج شو الاستنتاج اللي توصل له الفني؟ الفني حكالك المضخة لا تعمل بصورة جيدة إذن هون إحنا وصلنا لسبب مشكلة محدد تبعنا خطوات الطريقة العلمية للحسن بن الهيثم الآن هاي الطريقة العلمية سم حكينا ممكن تستخدمها في مجالات حياتك كافة في مشاكل اللي بتواجهك أي مشكلة علمية بتلاحظها حابت توجد لها حل أو تفسير أو هون تسألت تساؤل معين سجل تساؤلك وابدأ بتسجيل الملاحظات تمام؟ حاول تضع فرضيات كل فرضية بتحطها جربها اختبرها سجل بياناتك وملاحظاتك حلل البيانات الأخيرة اللي توصلت لها رح تتوصل لاستنتاج هون العلماء هاي الطريقة بيستخدموها للوصول إلى حل أي مشكلة بتواجههم تمام؟ شو غايتنا إحنا؟ شو غاية العلماء لما يعملوا هذا الكلام؟ أنا بدي أفسر الظواهر اللي حوالي بالكون بدي أفسر ظواهر شخصيتي الظواهر اللي في الصف أي شيء بمر معي تفسير ظواهر الكون كافة حي أول شيء تنين ممكن بس أفسرها أستطيعني أتحكم فيها وأسيطر على بعض الأحداث التنبؤ بأحداث وظواهر وممكن أتلافق أخطارها ممكن أحكي إنه إذا صار في عندي تلوث بالجو رح يصير كذا وكذا وكذا فبالتالي أنا لازم أتلافى الأخطار تمام؟ إذن هاي هي غاية العلم إني أفهم ظواهر الكون من حولي أسعى للتحكم فيها أسيطر على بعض الأحداث أتنبأ في بعض الأحداث وأتلافق أخطارها لهيك رب العالمين في القرآن الكريم دائما دائما يدعونا إلى التدبر التأمل التفكر وإعمال العقل في الأمور والظواهر من حولنا الآن فيه تعريفات ممكن إحنا تعمل عند الطلاب شوية إشكال هاي التعريفات حتكون سهلة إذا إحنا فهمناها زي الإحساس بالمشكلة تعريفها إدراك وجود مشكلة والانتباه لها الإحساس بالمشكلة تعريفها إنك تدرك وجود المشكلة وتنتبه لها تحديد المشكلة أصلاً إنك إنت تصيل سؤال كإن حرارة السيارة بترتفع تمام؟ وأنا هذا السؤال أحتاج إلى إجابة عنه طرح الفرضيات إن أصيغ جملة تفسر هاي المشكلة أصيغ جمل تفسر هذه الظاهرة أو المشكلة مش ضروري يكون عندي دليل علمي الآن طرح الفرضيات مش بالضرورة يكون في عندي دليل علمي تسجيل الملاحظات خلال كل ذلك أنا لازم أكون أسجل الملاحظات كل فرضية بضعها لازم أعملها تجربة بس أنهي كل التجارب رح أحلل البيانات اللي توصلت لها بس أحلل البيانات أن الآن رح أتوصل لاستنتاج اتوصلت لاستنتاج ممكن أنشر العلم اللي توصلت له وأعمل تواصل مع الآخرين إذن غاية العلم فهم ظواهر الكون السعي للتحكم بها السيطرة على بعض الأحداث والتنبؤ بأحداث وظواهر وتلافي أخطارها هذه هي غاية العلم الآن لو سألنا إحنا بالسؤال اللي هو في مقدم في الكتاب تعريف طريقة العلم طريقة العلم صار تعريف سهل طرح سؤال علمي ثم الإجابة عنه كيف أجاوب عن هذا السؤال إني أجمع ملاحظات وأجري التجارب إذن طريقة العلم هو طرح سؤال علمي والإجابة عنه بجمع النتائج وأجراء التجارب أو بجمع الملاحظات وأجراء التجارب تمام؟ هذا هو تعريف الطريقة العلمية هيك إحنا نهينا الدرس الآن خلينا نطلع على الأسئلة أسئلة الكتاب أسئلة الكتاب بحكينا سؤال الأول اذكري حطوات الطريقة العلمية خطوات الطريقة العلمية موجودة عندك بالكتاب سهلة إحكي لك طبق خطوات الطريقة العلمية لدراسة تأثير البيت الزجاجي في درجة حرارة محتوياته وممكن أحكي أنا أن لاحظت النباتات الموجودة في داخل البيت الزجاجي مثلا أوراقها خضراء أو النباتات والفواكه مثلا تنمو بشكل جيد أما خارج البيت الزجاجي مثلا ممكن أحكي الأوراق محترقة بسبب أشعة الشمس الحارة أو مثلا متضررة بسبب السقيع تمام إذن أنا هون شو أول شيء عملت؟ حسيت أنه في مشكلة خارج البيت الزجاجي هاي أول خطوة الإحساس بالمشكلة اللي أنا أنا بدي أطرح إيش؟ أحدد المشكلة بطريح تساؤل لماذا الأوراق خارج البيت الزجاجي محترقة وداخلهم محضرة؟ هاي تاني خطوة حددت المشكلة بسؤال ثالث حطوة اللي هي إيش دي أعمل أنا؟ بدي أسجل ملاحظاتي خليني أمسك وأسجل ملاحظاتي طيب شو ممكن أسجل ملاحظاتي؟ أضع فرضيات خليني نحط ثلاث فرضيات أو فرضيتين أو فرضية واحدة ممكن السبب يكون بسبب اختلاف درجة الحرارة هاي فرضية ممكن أضعها الآن الحطوة اللي وراها شو لازم تكون؟ إني بدي أجري تجربة سلسلة من التجارب أحط ميزان حرارة في الخارج وميزان حرارة في الداخل وأوجد فيه اختلاف كبير في درجة الحرارة لها السبب النباتات في الخارج محترقة ومنتضررة والنباتات في الداخل ما زالت أوراقها خضراء إذن أنا هون بحلل البيانات شو بعمل؟ بحلل البيانات وبسجل ملاحظات وبحلل البيانات وتوصلت لاستنتاج شو الاستنتاج وتوصلت له؟ درجة الحرارة داخل البيت الزجاجي يمكن التحكم فيها لذلك الأوراق داكون خضراء درجة الحرارة خارج البيت الزجاجي لا يمكن التحكم فيها لذلك قد تتعرض النباتات للإحتراق بسبب أشعة الشمس القوية أو قد تتعرض النباتات للسقيع بسبب أشعة الشمس بسبب البرودة مثلا الآن في عنا سؤال ثلاثة بالرجوع وضحي كيف تفيد التجربة أحيانا في إعادة صياغة الفرضية لأن إجراء التجربة بيخليني أتوصل إلى قرار حول هذه الفرضية فممكن هذه الفرضية أفندها ألغيها تماما ممكن أعدل عليها بعد إجراء التجربة وأرجع أختبرها مرة أخرى إذن كيف تفيدني التجربة؟ التجربة بتعطيني صورة عن هذه الفرضية هل هي صحيحة أم خاطئة ممكن أفندها وممكن أن أعدل عليها سؤال أربعة تفكير ناقد بيحكي لك لاحظت الأم في فصل الشتاء وجود قطرات من الماء على زجاج نافذة الغرفة وجدرانها من الداخل كثير في هيك البيوت بيصير فيها بتاعي لنوفين دي قطرات مياه على الزجاج والجدران سألت ابنها عن السبب ذهب إلى المكان جمع ملاحظاته توصل إلى تحديد المشكلة وصاغها في صورة السؤال شو حكا؟ لماذا تظهر قطرات الماء في فصل الشتاء على الجدران والنوافذ من الداخل؟ فراح هو شو بدي أعمل الآن عشان يوجد حل لهذا السؤال؟ أظل أنه تكون بتطبيق الطريقة العلمية عليكي وضع فرضية تفسر الإجابة الآن هو أعطاكي السؤال نحن بنحط الفرضيات وبيدي أنا أيش أعمل أختبر هذه الفرضيات ثم اقتراح فرضية أخرى في حال عدم التوصل إلى نتيجة مقبولة تمام شو عندي فرضية؟ ممكن أحكي أنه الجدران بتسرب والنوافذ مش مركبة بشكل جيد هاي فرضية؟ طيب كيف ممكن أختبر فرضية أنه الجدران عندي والنوافذ مثلا؟ فيها تسريب ممكن أعمل عملية عزل أتأكد أنه والله هذا الجدار فيه عزل من الحارج والنافذة مغلقة تماما بإحكام والألمينيوم أو تصميم النافذة بشكل جيد عزل للنافذة وللجدار ما زال هناك قطرات من الماء إذن هذه فرضية تفند بشطبها تمام؟ حطي فرضية تانية الآن أنا ممكن أحكي الفرضية التانية عندي اللي هي عملية التكاتف صح؟ إنه بحار الماء اللي بيطلع من الفم أو من الإنسان من الأطعمة من الأبخرة من المطبخ بتكاتف على الجدار البارد وعلى الزجاج البارد صح؟ بحار الماء بيبحث على سطح بارد عشان يتحول إلى ماء إذن أنا هاي فرضية التانية كيف ممكن أختبر هذه الفرضية؟ الفرضية الثانية إذن أنا كيف ممكن أختبر الفرضية الثانية؟ ممكن إني أنا أروح على المكان اللي بتكون فيه بحار الماء أفتح الشبابيك أقوم بتهوية الغرفة تهوية الغرفة رح ألاحظ إنه قطرات الماء راحت أو اختفت لما أرجع أسكر الشباك ونرجع للوضع الطبيعي رح أرجع إنه قطرات الماء عادت على النافذة إذا حصل هذا الشيء تختفي قطرات الماء عند تهوية الغرفة يعني صارت حرارة الغرفة من الداخل والخارج نفس الشيء كأن هذه الفرضية صحيحة وأسجل ملاحظاتي لما أطلع على البيانات رح أوصل لاستنتاج استنتاجي رح يكون كالتالي إنه عند إغلاق الغرفة مدة من الزمن يتشبع الهواء ببخار الماء وعند فتحها تقوم الغرفة بالتهوية وبالتالي تختفي قطرات الماء إذن استنتاجي أن الفرضية رقمتين صحيحة والسبب في ذلك هو عملية التكاتف على الجدران الباردة إذن ممكن يكون هذا الحل عندي ببساطة طبعا إحنا ممكن نضع فرضيات أخرى إذا بيخطر في بالك فرضيات أخرى ممكن تضعها الأسئلة ممكن تحل بأكتر من طريقة هذا بيعتمد على خلايا خيالك وعلى الفرضيات اللي أنت رح توضعها تمام إن شاء الله يكون هيك الدرس سهل بالنسبة لإلكم كيف رح يكون الدرس سهل بالنسبة لإلكم أكثر؟ رح يكون سهل في حالة أنه أنت الآن فكرت في مشكلة أنت واقع فيها شخصية أو علمية تساؤل علمي أو مشكلة شخصية حددها بسؤال ضع عليها فرضيات اعمل تجربة على هاي الفرضيات حل البياناتك دائما اكتب ملاحظاتك رح تتوصل إلى استنتاج بعد أن تتوصل إلى استنتاج انشر استنتاجك اللي توصلت له مع الناس إذا طبقت هاي الطريقة الطريقة العلمية الآن صعب إنه نمسح خطواتها من عقلك ومن ذاكرة تكسر تحافظها بالضبط كيف تستخدمها كينا هون ملاحظة بس حابين نحكي عنها في الكتاب ممكن يجيكم عليها سؤال اللي هي التجربة التجربة بالحالات الإنسانية يعني زي ما عملنا مشكلة رنبي إنها مش قادرة تتحكم بلسانها التجربة بهاي الحالة ما بتخرج بنتائج تابتة دائما اختلاف المكان التجربة أو وقت إجرائها أو منفذها لا ممكن تختلف ليه؟ لأنها أنا هون درستها مع رنHE في علم تمام مش فيزيائي تمام احن درسناها مع رنHE في علوم إنسانية في العلوم الإنسانية التجربة نتائج التجربة تختلف ليست ثابتة دائما في العلوم الفيزيائية نتائج التجربة يجب أن تكون ثابتة دائما يعني في حالة أحمد ومحرك السيارة ومشكلته مع السيارة اللي بتسخن مش معقول الميكانيكي شوي لقي المروحة غربانة وشوي لقيها ظابطة لا هنا أنا في عندي مشكلة بالتشخيص لازم تكون النتائج ثابتة مهما اختلف المكان ووقت إجراءها والمنفذون يعني لو بروحت عميكانيكي تاني لازم يعطيني نفس النتيجة تمام؟ في العلوم الإنسانية لا أنا ممكن مشكلة رنا تختلف عن مشكلة يوسف تختلف عن مشكلة مصعب وهكذا في عنا هون أسئلة الفصل صفحة 29 في عندي بعض الأسئلة متعلقة بالدرس الأول السؤال الرقم واحد العالم والطالب اللذان يطبقان طريقة العلماء في تعلمهما يتصفان بواحدة من الصفات الآتية حتى أكون عالم أو طالب هل أنا رح أكون أقبر للأساطير وأقتنع بالحرافات؟ طبعا لا با لا يلتفتان إلى المواحدة طبعا العالم والطالب لازم دائما يسجل ملاحظات بالتالبة أكيد غلط جيم يلاحظان ويسألاني دائما صحيحة أكيد لازم يلاحظان ويسألاني دائما بدال لا يطرحاني أسئلة كيف بدي أوصل أنا لإجابة أو كيف بدي أحدد المشكلة إذا أنا ما وطرح سؤال تمام إذن رح يكون عندي الجواب وعبارة عن جيم سؤال تنين أولى خطوات الطريقة العلمية من الخطوات الآتية أول خطوة في الطريقة العلمية طبعا إني أحدد المشكلة بالتالي رح يكون الإجابة عندي با تحديد تحديد المشكلة السؤال الثالث يصمم العالم التجربة ثم ينفذها بهدف التوصل إلى أنا ليش بعمل التجربة؟ أنا بعمل التجربة بعد مؤضع الفرضيات يعني أنا بحط عندي فرضيات بعدين بصير أختبر في كل فرضية أجرب كل فرضية عندي إذن أنا بعمل التجربة عشان أتأكد من فرضيتي صح؟ تمام إذن رح يكون عندي الجواب با تمام سؤال أربعة هذا في الدرس الثاني يحيكون تأخذ سؤال خمسة أيضا في الدرس الثالث سؤال ستة الغاية النهائية للعلم هي الغاية النهائية في العلم هي دال تسخير الظواهر لخدمة الإنسان غايتي من هذا العلم أني أسخر هذه الظواهر لخدمة الإنسان ممكن حدا يحكي لي با جمع الملاحظات والتنبؤ بالظواهر أنا هاي ليست غاية نهائية للعلم لو كان مكتوب عندي التنبؤ بالظواهر وتلافي أخطارها رح تكون عبارة عن غاية نهائية لكن أنا مجرد بجمع ملاحظات وأتنبأ دون الوصول إلى حل هاي ليست غاية نهائية تمام نشوف الصفحة اللي وراعها فيها أسئلة متعلقة بالدرس الأول في عنا هون سؤال رقم 5 سؤال 5 بيحكي لنا على العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين في هذه الأيام الإطلاع على المجلات والنشرات العلمية التي تنشر إنجازات العلماء الآخرين قبل شروعهم في إجراء تجربة علمية جديدة أين يقع هذا الإجراء ضمن خطوات الطريقة العلمية يعني أنا الأصل لو كنت عالمة أو طالبة طالبة علم بدي أعمل بحث في موضوع معين يعني أنا بدي أبحث عن حل مشكلة معينة قبل الشروع والبدء في هاي التجربة العلمية الأصل إني أطلع وأطلع على المجلات والنشرات العلمية التي نشرها العلماء الآخرين هاي أي خطوة الإطلاع على النشرات الآخرين ممكن أعتبرها تواصل طبعاً تواصل تواصل هنا إنك تتطلع على نشرات العلماء الآخرين أو إنك إنتو شخصياً تنشري العلم الذي توصلتين هذا ممكن نحط هاي الفقرة في بند التواصل عند نقطة التواصل تمام هيك إحنا بنكون أنهينا جميع الأسئلة المتعلقة في هذا الدرس درس الأول إن شاء الله يكون هيك الدرس مفهوم بالنسبة لأيكم لا تتنسوا تضغطوا لايك وسبسكرايب وتخبروا أصدقائكم وأصحابكم عن قناة علماء بالقلم وانتظرونا في الدرس الآخر ترجمة نانسي قنقر